مع ازدياد التقارير الدولية في الأوينة الأخيرة التي تثبت استمرار دولة الإمارات في إمدادها لقائد العدوان والمنقلب على الشرعية خليفة حفتر بشتى أنواع الدعم العسكري دون أي احترام لقرارة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ها هي حكومة الوفاق وعلى لسان وزير داخليتها فتح بشاغة تجدد رفضها مرة أخرى لعملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخرا بشاغة وخلال اجتماعه مع مسؤولين بوزارة خارجية دول الاتحاد الأوروبي قال إن رفض حكومة الوفاق لعملية إيريني بشكلها الحالي يعود لكونها تستهدف عمليا فقط إيقاف الدعم الشرعي عن حكومة الوفاق في حين يبقى وصول الأسلحة للانقلاب حفتر مستمرا برا وجوا دون توقف والتي تأتي بشكل رئيسي من دولة الإمارات وفق قوله وبالحديث عن زيادة التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي أكد بشاغة أنه يمكن أن تكون ليبيا شريكا استراتيجيا ناجحا لأوروبا ولكن يجب على الأوروبيين أن يدافعوا عن الحق وأن يستنكروا التدخلات الأجنبية التي تدعم الانقلاب العسكري الفاشلة لحفتر مشددا على ضرورة إيقاف الدول التي تقود استقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزويد الميليشيات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة وفي الأثناء ومع استمرار الحديث عن التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية لبعض الدول عد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي ذلك نتاج محاولات الإمارات التغطية على أنشطتها الهدامة ومحاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابيين مضيفا أن الإمارات قدمت لسنوات أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين مرتزقة للانقلابيين في ليبيا وطيلة فترة العدوان على طرابلس لم تتوقف أبوظبي عن دعمها لحفتر بالأموال والسلاح والطائرات المسيرة زعيمة في العلن دعمها لحكومة الوفاق لكن في الخفاء والذي لم يعد خافيا على أحد تضخ مشروعها الانقلابي على الشرعية في ليبيا بشتى أنواع الإمدادات من خلال حليفها ومنفذ مشروعها في ليبيا مجرم الحرب خليفة حفتر فإلى متى ستبقى أبوظبي تمارس تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد دون حسيب ولا رقيب أو أدنى اعتبار للأسرة الدولية اشتركوا في القناة